موسيقى أخبار الاقتصاد من قناة يمن شباب والبداية بأبرز العنوي موسيقى مجلس القيادة الرئاسي علن تضامنه ودعمه للاحتجاجات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي موسيقى اضطراب استمرار اضطراب أسعار الصرف وسط تضاعف التحديات النقدية في اليمن موسيقى موسيقى أهلا بكم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دعم وتضامن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع الاحتجاج ضد ميليشيا الحوثي الأرهابية للمطالبة بدفع رواتب الموظفين العموميين وذلك بالتوازي مع استمرار اضطراب المعلمين للأسبوع السابع وشدد العليمي خلال اجتماع عسكري رفيع في عدن على ضرورة حصول الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين على رواتبهم المنتظمة دون قيد أو شرط وقال إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تتضامن وتدعم كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة وسبول العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيا الحوثية وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد أو شرط ويقود نادي المعلمين اضرابا مستمرا للأسبوع السابع عن التدريس تبع احتجاج لنادي الأكاديميين في التاسع والعشرين من الشهر الماضي لمطالبة الميليشيا بدفع رواتبهم أسوة بتلقي قادة أو قادة ومسؤولي الميليشيا لمخصصاتهم المالية بصورة منتظمة أمام حركة المطالبة بالرواتب الصاعدة بقوة مضت قيادة الميليشيا نحو إنفاق مزيد من الأموال المنهوبة على فعالية المولد النبوي واستمرارها في حشد المجتمعات الفقيرة والجائعة ضمن فعالياتها التي تشهد عزوفا شعبيا حسب مصادر محلية مئات الملايين المنهوبة من موارد الدولة والأموال المسلوبة بالعنف والإرهاب من المواطنين والتجار إلى خزائن الحوثي يتم تسخيرها لإثراء قيادات السلالة العنصرية وتمويل فعاليات المتاجرة بالدين والمناسبات الدينية كالمولد النبوي هذه المناسبة كما يتردد في الشارع العام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حولتها عصابة مران إلى موسم سنوي للنهب والسلبي وسيف مصلط على رقاب الناس والتجار ومهربا من دفع الرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام حيث كثفت الميليشيا إقامة عشرات الفعاليات في مختلف المحافظات المنكوبة بالميليشيا في صنعاء وذمار ومحافظات أخرى دشنت الميليشيا فعاليتها وسط حضور باهت يقتصر على موالين سلاليين وآخرين من الموظفين بعضهم يشاركون قصرا أو بخلاف قناعتهم بالتوازي مع عزلة أكبر تعيشها الميليشيا وصولا إلى مناطق كانت تمثل في السابق وكرا للحوثي ومناطق مغلقة على عصابته السلالية وأرغمت الميليشيا كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المستلبة على تنظيم وإقامة فعاليات في موقف متصلب وغطرست تجاه كافة فئات المجتمع وموظفي القطاع العام المطالبين برواتبهم والذين رفعوا أصواتهم وانتظمت حركتهم الاحتجاجية بشكل منظم أكثر فعالية وأمام حركة المطالبة بالرواتب الصغادة بقوة مضت قيادة الميليشيا نحو إنفاق مزيد من الأموال المنهوبة على فعاليات المولد النبوي واستمرارها في حجد المجتمعات الفقيرة والجائعة ضمن فعاليتها التي تشهد عزفا شعبيا خصب مصادر محلية لإدراك الناس حقيقة الجماعة الحوثية كعصابة أسرية سلالية من اللصوص تستخدم الدين وسيلة لممارسة سرقاتها الكبرى لموارد الدولة وعموال الشعب واستمرار تملصها عن دفع الرواتب الإنفاق ببذخ على فعاليات دينية ذات طابع سلالي من قبل الحوثي ولهدف سياسي عده مراقبون محاولة حوثية للتأثير على المجتمع اليمني من بوابة الدين على نهج وموروث الإمامة الكهنتية الذي يصيب إفقار اليمنيين واستعبادهم من بوابة الدين وإنهاكهم في دوامة البحث عن لقمة العيش حتى لا يتطلعوا إلى البحث عن الحقوق السياسية غير أن الحراك الشعبي المطالب بالرواتب والحق في التعبير دشن مرحلة مغيرة حيث صارت عصابة الحوثي والمتورطين معه من بعض الأسر الهاشمية في مواجهة مع الشعب بكافة قوة وباتت الأسرة الحوثية ومساعدها اللصوص في أسوأ حالات انكشاف والتناحر على نهب الموارد والعقارات والسطو على الأراضي والمتاجرة بالدين والمعاناة الإنسانية مما يؤجج السخط الشعبي أكثر ويدفع نحو انخراط مزيد من الكتل الاجتماعية إلى حركة رفض شعبية تزداد قوة لعدالة مطالبها الحقوقية تشهد أسعار الصرف في اليمن اضطرابا في تعاملات البيع والشراء وستتضاع في التحديات أمام الوضع النقدي في البلاد وقال مصرفيون اليمن شباب أن سعر الدولار الأمريكي سجل 1460 ريال للشراء و1467 ريال للبيع وسجل سعر الريال السعودي 386 ريال للشراء و388 ريال للبيع اضطراب أسعار الصرف يأتي في ظل تضاعف التحديات المالية والنقدية وعدم وجود استقرار اقتصادي ينعكس على قيمة العملة الوطنية أعلنت شركة زينيث الدولية للطاقة انسحابها من صفقة شراء أسهم شركة OM في OMV النفطية النمساوية في اليمن والتي كانت قد أعلنت عنها في مطلع يناير 2023 بسبب عدم استفاء شروط إتمام الاتفاقية وقالت الشركة التي تتخذ من العاصمة الكندية أوتاوا مقرا لها في إعلان على موقعها الإلكتروني إنه بالاتفاق مع شركة OMV أنهت اتفاقية شراء الأسهم المعلن عنها في الثالث من يناير 2023 للاستحواذ على 100% من رأس المال المستحق للشركة النمساوية وأضاف الإعلان أن اتفاقية البيع والشراء تم إنهاؤها بسبب عدم استفاء الشروط المطلوبة لإكمالها وفقا للشروط الاتفاقية أعادت شركة OMV مبلغ الوديعة البلغة 4 ملايين و323 ألفا وثمانمائة دولار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لشركة زينث أدى تعطل الصادرات النفطية في اليمن إلى تراجع إرادات الحكومة متسببا في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة مزيد من التفاصيل في التقرير التالي ارتفاع قياسي للنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بعد أن خسرت الحكومة الكثير من الموارد التي كانت تغطي عملية الإنفاق الحكومية ومن أهم هذه الصادرات هي صادرات النفط التي توقفت في أكتوبر الماضي بعد أن استهدفت ميليش الحوثية الإرهابية موانئ ومنشآت تصدير النفط في حضر موت وشبوى على مدى 11 شهرا مضى خسرت الحكومة مبالغ مالية تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار نتيجة توقف تصدير النفط الخام وهي أرقام كبيرة تضع الموازنة العامة في موقف حرج كون المالية العامة للدولة تعتمد على صادرات النفط بنسبة 60% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك وتراوح عجز الموازنة في الوقت الحالي بين 40 إلى 50% مقارنة بعشرين بالمائة العام الماضية حيث وصل حجم الإنفاق في النصف الأول من العام إلى تريليون ريال وفي النصف الثاني إلى تريليون فاصل ثلاثة ريال وتكشف مؤشرات الموازنة مدى تضاؤل هامش المناورة أمام الحكومة لسد العجز الكبير الذي تزامن مع التحديات المالية الكبيرة التي يرى محللون أنه لا حل لها في ظل شلل محركات النمو ومع تدهر قيمة الريال أمام الدولار في السوق السوداء رغم الدعم الصعودي وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقحقر الزراعة إضافة إلى فقدان العملة المحلية أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب وتسبب ذلك في ارتفاع هائلا للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية حث مركز دراسات في تقرير له على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية من خلال الاعتماد على ألية شفافة وبديلة عن تلك السابقة التي وضعها مركزي عدن وفشل في تنفيذها وقال التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات إن هذه الألية سترفض الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة وميليشيا الحثي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد دعا إلى تبني سياسة تقوم على ترشيد تحويلات المعونات والمساعدات الخارجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفيره لمستوردي السلع الأساسية يعاني سكان مدينة التربة من تهالك شوارع المدينة التي تحولت إلى مستنقعات متسببة في انتشار البعوض الناقل للأمراض خصوصا في موسم الأمطار في مدينة تشهد ازدحاما سكانيا كونها تحولت إلى وجهة للنازحين على هذا النحو أصبح الشارع العام لمدينة التربة جنوب غرب محافظة تعز التشكل المدينة المحطة الأولى للقادم من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية لتشهد ازدحاما في حركة السير فيها بشكل كبير كما أن المدينة صارت وجهة للنازحين من مناطق مختلفة جميع المسافرين انتقلوا من مديرية الشمايتين إلى جميع المحافظات إلى عدن إلى تعز النازحين الذين نزحوا بجميع المحافظات نزحوا إلى مدينة الشمايتين فسبب كثافة سكانية كبيرة وأصبح الزحام شديد داخل مديرية الشمايتين ومنذ ذات في مدينة التربة فالحوادث تقريبا أكثر من مئة حادث من 2015 إلى الآن حيث لا يخفى على أحد شوارع التربة وهذه الحفار التي ترونها أمامكم فينزل الماء وتنزل الأمطار فيتدرف السيول مخلفات القمامات إلى هذه الحفار فتسبب الأوبئة والأمراض والذي يريد أن يتأكد يسأل مستشفى خليفة العام كم تصل إليها حالات في فترة سقوط الأمطار تهالك هذا الخط الرئيسي للمدينة يعيق حركة المرور فيها ومع موسم الأمطار يزداد الوضع سوءا مع اختلاط المياه بأكوام النفايات والاحتقان بالحفار على الطريق مما يشكل خطرا صحيا تقول مصادر طبية إن مستشفى خليفة العام بالتربة يستقبل في الشهر ما يقارب من أربعين حالة مصابة بالحميات رسالتي إلى جميع مسؤولين محافظة تعز وعلى مقدمتهم الأستاذ نبيل شمسان والأخ مدير عام مدير الشماتين بالعمل الدؤوب من أجل رفع المعاناة عننا وإصلاح هذه الشوارع التي ترونها أمامكم بتوقيهات للصندوق لضمها ضم مشروع زفلة تدخل تعز التربة الذي تقوم الآن الشركة الشركة الطرقات باستصلاحها وإعادة ترميمة كما هو واضح دون توسيع نعاني كثيرا من ما هو حاصل في هذا الشارع المبتد الآن من أمام المجمع الحكومي وحتى منطقة النقطة إضافة إلى الشوارع الفرعية أصبحت الأرض وأصبحت الشوارع كلها متهالكة نظروا إلى الحفر كيف أصبحت سبب في كثير من الأوبية التي قد تضر بالإنسان بسبب الإهمال الناس الآن لا يستطيعون السير لا يستطيعون السير في هذه الطريق بسبب هذه الحفر بسبب هذه الأوساخ نرجو الاجتماع والمتابعة إلى القيادة المختصة بالعمل من أجل إصلاح هذه الحفر تتصاعد المطالبات الشعبية والمجتمعية بضم دراسة صيانة الشارع العام والدائري لمدينة التربة ضمن أعمال صيانة طريق تعز التربة التي تجري حاليا للتخفيف من المشاكل المرورية والصحية هددت ميليشيا الحوثي بمصادرة وبيع مقرات وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وذلك ردا على مطالبتهم برواتب الموظفين الموقوفة منذ ثماني سنوات جاء ذلك على لسان القياد الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة على منصة إكس وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين على إثر تصريحات القياد المؤتمر فيصل أبو راس التي أكد فيها تضامنه مع الموظفين المطالبين برواتبهم الموقوفة منذ ثماني سنوات وسبق هذه التصريحات نشر عدد من الإعلاميين الحوثيين ما زعموا بأنها مقار وممتلكات للمؤتمر الشعبي العام ونشر نشطون حوثيون وثيقة قالوا إنها ورقة من حزب المؤتمر إلى وزارة الشؤون القانونية يطالب فيها بإيجارات الوزراء التي تعد ملكا للمؤتمر وهو ما قد يؤكد التوجه الحوثي للقيام بعملية بيع ممتلكات الحزب ومصادرة أمواله أفرجت سلطات الأرهترية عن فوج جديد من الصيادين اليمنيين ممن احتجزتهم في سجونها بعد اختطافهم أثناء ممارستهم أنشطة الصيد في المياه اليمنية وبحسب رئيس جمعية الخوخة السمكية خالد الزرنوقي فإن أرهترية أفرجت عن سبعين صياداً في ثاني عملية إفراج من نوعها خلال أيام وكانت أرهترية أفرجت قبل أقل من أسبوع من مئة صياد كان جميعهم محتجزين في معسكر ترمة وتمارس سلطات الأرهترية العديد من أساليب الاضطهاد والتعذيب المعنوي والجسدي ومنها إجبارهم على أعمال بناء المعسكرات وحمل الحجارة وتشير تقديرات إلى أن أرهترية اختطفت قرابة تسعمائة صياد في العام 2021 في حين طلت حالات الاختطاف أكثر من سبعمائة صياد يمني في العام الماضي دشن وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في مجال المياه بمديريتي المدينة وحريب وأكد الوكيل مفتاح بأنه تم تدشين مشاريع شبكتين مياه في حي الشركة وحي الزراعة وإعادة صيانة شبكة المياه في حي الشركة وخزان مياه يخدم حارتي السلام والقصر في المدينة كما تم تأهيل شبكة المياه والخزان الرئيسي وتوسعة خط الضخ في مديرية حريب وشار الوكيل مفتاح إلى أهمية هذه المشاريع في ظل تزايد أعداد النازحين في المحافظة وحاجة الناس للمياه النظيفة مشاريع شبكة مياه في عاصمة محافظة مارب وأيضاً في مديرية حريب دشنا اليوم في حارة الشركة توسعة شبكة أربعة استمدت منها أربعة وثمانين ألف نسمة وأيضاً اليوم في حارة الزراعة دشنا من خمسة وعشرين ألف نسمة من المال الصالح للشرب وأيضاً تم تدشين خزان برجي يخدم حارة السلام وأيضاً حارة القصر هذه المشاريع تأتي الحيوية والمستدامة يضل ظروف استثنائية من عدد سواء في تزايد عدد السكان في محافظة مارب من النازحين والمجتمع المضيف دعت نقابة المعلمين في محافظة تعز إلى مسيرة حاشدة يوم الخميس للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفي بيان لها قالت النقابة إن المسيرة تأتي للمطالبة بحقوق المعلمين في التسويات والعلاوات والبدلات القانونية ويعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وإصلاح سلم الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي ويحفظ للمعلم كرمته البيان دع الأهالي إلى المشاركة في المسيرة المرتقبة والمقرر أن تنطلق من نقطة التجمع المحدد لها في التقاطع بين شارعي العواضي وجمال وسط المدينة وطالبت النقابة المنظمات الدولية المعنية بالتعليم والطفولة بالتضامن مع مطالب المعلمين قبل الختام مشاهدين هذه جولة سريعة على أسعار العمولات موسيقى ختم أخبار الاقتصاد إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى